قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل جابريال أتال أن نتائج الاتخابات تؤكد تجنب البلاد لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين ومشيرا إلى أنه كان قد حذر من خطر أغلبية مطلقة لأي من الطرفين لقد كان التزام في هذه الحملة واجبا بالنسبة لي منذ بدايتها تم تنبيه إلى ثلاثة مخاطر الأغلبية المطلقة التي يهيمن عليها اليسار المتشدد والأغلبية المطلقة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف وخطر انقراض الحركة التي تمثل أفكارنا وقيامنا اليوم هذه المخاطر الثلاثة قضى عليها الفرنسيون لا يمكن أن يقود التطرف أي أغلبية